وصف تحليل نشره معهد أبحاث مجلس الأطلسي في واشنطن السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة في العراق بالناجحة مشيرا إلى أنها لم تخفف عدد الهجمات إنما امتصت دمويتها بمعنى آخر مبدأ ردع النزاع أي عدم ردع واشنطن أو عدم ردها على الهجمات التي لا يسقط فيها ضحايا وهو ما بات معروفا لدى الميليشيات الموالية لإيران أصبحت هجماتها مخططة كي لا تحدث خسائر وتبقى في إطار المضايقات والضغط على واشنطن لسحب قواتها من العراق وقد زاد عدد الهجمات إلى حد أكبر حتى أصبحت تحدث بشكل شبه يومي في منتصف أغسطس ومنذ أكتوبر الماضي أكثر من 30 صاروخ استاذفوا منشآت عراقية تصدف ديبلوماسيين أو جنود أجانب والسفر الأمريكية في بغداد تأتي أنواع الهجمات بشكل عام في شكلين الهجمات الصاروخية على القواعد التي تحوي جنود أمريكيين مثل قاعدة بلد والتاجي وثانيها الهجمات بالعبوات الناسفة أو الهجمات التقريبية على القوافل التي تحمل إمدادات لهذه القوات رغم عدم تبني أي جهة معروفة للهجمات الصاروخية لكن واشنطن تحمل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران المسئولية نظرا إلى أن الصاروخ المستخدمة من عيار 107 مليميت لها تاريخ طويل بيد الجماعات المرتبطة بإيران سواء في سوريا أو حزب الله في لبنان مؤخرا انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قواعد عسكرية عراقية عدة كان آخرها قاعدة التاجي التي سلمتها لقوات الأمن المحلية كما يأتي الانسحاب بعد أيام من تجميد الرئيس الأمريكي تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين بالعراق البالغ عددهم 5000 جندي بحسب صحيفة Wall Street Journal فإن واشنطن ستخفض عديد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبا أي بحوالي 1500 جندي من أصل 5200